اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرة تانية من أجل التسويق من أجل أن يكون عندك فعلا تحس أن يكون عندك بطولة بشكل محترم بطولة بشكل يدي لك المردود الإيجابي من ناحية الفنية من ناحية التسويقية من ناحية الإعلامية من كل النواحي وجود الجمهور هو جمهور طبعا شفنا البطولة العربية تواجد الجمهير وفي المدرجات كانت مديها طابع تاني حتى البعض خلى البطولة العربية تطلع من الشكل الودي إلى الشكل الرسمي بسبب وجود الجمهور فده من المؤشرات اللي حتى قدت انتباع للأمن قدت انتباع للمسؤولين أن من الممكن أن يكون فيه جمهور في الفترة اللي جاية والأمن قادر 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 شوف ثلاث مرات قادر أنه يأمن الجمهور ما فيش أي مشاكل وشوفنا فيه لقاء طبعا لقاءة دوري أبطال أفريقيا اللي قيمت في مصر وفي ملعب برج العرب وكان فيها جمهير ما فيش أي مشاكل في بهذا الشأن احنا بمطالب الصراحة المسؤولين لو عايز تكون البطولة عندك لها مردود تاني رجع الجمهور لو عايز تستفاد من كل النواح والقيمة الإعلامية اللي حضرتكو طبعا وصلتوا القيمة الإعلامية لبطولة الدور العام إلى أبعاد أخرى أبعاد إيجابية من ناحية الرقمية من المقابل المادي لألبس لما يكون عندك جمهور حيتضاعف هذا المبلغ حيتضاعف الإمج الشكل العام للإطار العام لعودة الجمهير فبالناشط مرة تانية المسؤولين بضرورة عودة الجمهير في الموسم المجد نادي الأهلي برضو صراحة دائما صبق في بعض الأمور وتخص جمهيره وهي إصدار بطاقة للجمهور طبعا بره الناس اللي بتروح المباريات بره واللي بتتابعوا حتى من غير المطروح عارفة أن في كل الدول وخاصة في إنجلترا موجودة سيزن تيكت اللي بتشتري بطاقة بتأهلك أنت تروح أغلب مباريات فريقك في خلال الموسم نادي الأهلي أصدر بطاقة حضور الجمهير لمدة ثلاث سنوات النادي الأهلي أعلن اليوم إصدار بطاقة حضور الجمهير لمبارات أهراوي وأفتخر حتى اسمها حاجة تانية يعني اسمها حاجة تفرح لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى موسم 2020 وتمكن هذه البطاقة حاملية من حضور أي مباراة للنادي الأهلي بشرط أن يكون مصموح خلالها بالحضور الجمهيري وعلى النادي الأهلي أن ثمن هذه البطاقة هو 44 جنيه لمدة ثلاث سنوات ويحصل حامل هذه البطاقة على تذكرة لحضور لقاء الأهلي والترجي في دور التمانية الأفريقي اللي إن شاء الله هيكون يوم 16 سبتمبر مقابل مبلغ 16 جنيه يصبح الإجمالي ثمن البطاقة بالإضافة لماتش الترجي 60 جنيه طبعا بالأسعار اللي احنا عايشين فيها في هذه الأونة طبعا الأسعار زهيدة جدا ولكن الفكرة مش بس في الساعة الفكرة إن النادي الأهلي في هذه الناحية ومن نواحي التنظيمية والنواحي الإدارية ومن نواحي الفنية دائما صبق فلما تلاقي أي تطبيق على مستوى العالم بيحدث أول نادي هتلاقي بينظمه في مصر أو بيطبقه هو النادي الأهلي فالنادي الأهلي بهذه الخدمة بيحاول أن يسهل على جامهيره حضور المباريات بشكل رائق دلوقتي احنا خلاص داخلين في إطار مش هنقول بقى العولمة احنا خلاص عدينا إطار العولمة العالم داخل في الابليكيشن الديجيتل ميديا الحاجات اللي كلها على تطبيق الهواتف المحمولة فخلاص كل حاجة أنت بتحاول كل خدماتك حتى الخدمات الحكومية اللي أنت استطيع أن تفعلها عن طريق الموبايل عن طريق التكنولوجيا الحديثة في استخدام الانترنت بكل الوسائل فالنادي الأهلي ابتدى يخش في هذه المرحلة عشان يسهل على جامهيره حضور المباريات وبيد أدي لك خدمة مش موجودة في أي مكان آخر وفي نفس الوقت الساع بقول لحضراتك أنك تروح لمدة 3 سنوات وأنك كمان تروح ماتش الترجي وتدفع 60 جنيه أنت ممكن تدفع أكتر منهم في عزومة أي حاجة أي عزومة دلوقتي حتى هتكلفك بالنسبة لك أنت كشخص واحد هتدفع أكتر من الـ 60 جنيه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي مجلس إدارة النادي قال صراحة يشكر بهذا الشأن أنه بيفكر إزاي أسهل على جمهوري حضور المباريات ويبقى فيه نوع من التواصل لأنه أنت عشان تاخد هذه التذكرة بيتم تسجيل بياناتك في السيستم لإدارة المباريات عندنا إدارة المباريات في النادي الأهلي تحت قيادة الأستاذ وليد مهدي اللي صراحة بيقدي دور مهم جدا في تنظيم دخول الجماهير وحضور الجماهير للمباريات صراحة شفنا في المباريات دوري أبطال أفريقيا كان الحضور عامل إزاي والشكل التنظيمي عامل إزاي على أكمل وجه هو دور النادي الأهلي دائما وأبدا في مساعدة جمهوره عشان الجمهور هنرجع تاني نقول هو رقم واحد واللعيب رقم واحد في أي دور بيقدي النادي الأهلي في خبر تاني كان كابتن حسين البدري بيتحدث فيه في أحد القنوات وبيتكلم عن طريقة اللعب كابتن حسين البدري تلعى صراحة أنه بيفكر أنه يغير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 على فكرة يعني ما شاء الله هي ليها الشقينا الشقي الأولاني أن كابتن حسين البدري عنده من القماشة اللي تتحلوا نلعب بكذا طريقة ودي حاجة تحسب ليه ولمجلس الإدارة الحاجة التانية أنه لو جبنا طريقة 4-2-3-1 وزودنا واحد من الاتنين مع الاتنين اللي قدامهم هتلاقي الطريقة اختلفت ليه 4-3-3 وده أشكال تكتيكية لكابتن حسين البدري في هذا الموسم الصراحة مبارح كان عندنا حلقة جميلة جدا مع كابتن ولي صلاح الدين واستعرضنا فيها المحطات الصعبة للنادي الأهلي في هذا الموسم كيف تغلب على منافسي كيف تغلب على بداية من مصر المقصة السموحة نادي الزمالك الفرق الأخرى نادي المصري كل هذه المحطات ازاي تغلب عليها كابتن حسين البدري واللقاطات المؤسرة ازاي المدافعين ازاي سعد سمير بتده يجيبه أهداف ازاي الاتماد على الأطراف ان هما كمان عندهم قائمة هدفية عالية جدا جدا بالإضافة إلى ان الهداف الفريق أصلا هو العيب رقم 10 أو صانع العلعاب هو عبدالله السعيد كل هذه الأمور الفنية تكلمنا فيها بشكل كبير جدا مع كابتن وليد صلاح الدين وده اللي الكابتن حسين البدري فيه حواره الصراحة ابتدى يتحدث انه عنده من النجوم اللي تقدر ان هي تؤدي طريقة 4-3-3 وانه ممكن يقدم أي طريقة وده اللي بننتظره من الكابتن حسين البدري الصراحة بداية الموسم كانت بداية وقعية هذا الموسم أو الموسم الماضي وآخر الموسم كانت يعني الصراحة فيه منتهى الجمال اللي بتانينا نشوف سكورات بقى أربعات لفريق نادي سموحة الودي دجلة فرقة تقيلة بتشيل هيف سكور من النادي الأهلي وده بيعبرك عن مستوى الأداء وان شاء الله يكون مستوى الأداء في تصاعد خاصة انك تعندك موتش مهم جدا أمام التراجي ألا تونسي في دور التمانية لدوري أبطال إفريقيا كابتن حسين البدري كمان أعلن عن تحديد موعد مروان محسن للتدريبات طلب كابتن حسين البدري من الطبيب الفريق خالد محمود تحديد الموعد عودة مروان محسن للمبارات بشكل محدد عشان تدريجيا يتم الاستعانة بيه لأن النادي الأهلي محتاج مروان محسن من الفرود الصراحة اللي عندهم امكانات عالية جدا جدا وكان له دور مؤثر حتى مع منتخب مصر والإصابة اللي موجودة في بطولة أمم أفريقيا اللي فاتت ومروان ابتدأت عفا بشكل كبير جدا وكان فيه تأني من طبيب الفريق ومن الكابتن حسين البدري لعودة مروان ولكن في هذا الوقت كابتن حسين البدري بيطلب من مروان أنه يعود بشكل كبير كابتن حسين البدري قدم موسم قياسي ولازم نحييه مرارا وتكرارا لأن موسم استثنائي بالفوز بدوري وكاسا أنا أعطى عفاصل مشاهدينا ونستقبل ديفانا الكبير الدكتور ياسر أيوب ما ترهوش بعيد نادي الأهل الحديد